والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل إليك فاطمة شكراً نهيب أحسين شكراً إيمان منصور أهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الدعم الكامل الذي توليه المنطقة الاقتصادية للشركات الموقعة على مذكرة التفاهم من أجل توطين الوقود الأخضر جاء ذلك خلال اللقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مشاريع إزالة الامبعاثات الكربونية الاستراتيجية بشركة مرسك كاي فشنر وممثل مجموعة مرسك مصر هاني النادي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمينز لطاقة ليلة الحارس ووفد يضم عدداً من الخبرات الفنية من الشركتين وبحضور ممثلي وزارات الكهرباء والصندوق السيادية حذرت الحكومة أصحاب المخابز السياحية من التلاعب في أوزان وسعر رغيف الفينو وأيضاً الخبز الحر السياحي يأتي هذا بعدما بدأت الحكومة في توفير الدقيق الفاخر لأصحاب المخابز السياحية حملة جديدة تطلقها الحكومة لضبط الأسواق وأسعار وأوزان رغيف الخبز الفينو والسياحي عن طريق توفير الدقيق بأسعار مخفضة وجودة عالية تقوم بتوزيع الفاخر السياحي على المخابز وده طبعاً بناء على تعليمات وتوجهات مع الوزير لإحداث توازن في سعر الرغيف موجود في السوق وتوفيراً لرغيف الفينو للأطفال المدارس خصوصاً وإحنا في أيام الدراسة بالسعر المناسب وبما تماشى طبعاً وتناسب مع دخول المستهلكين اللي بتحتاج لرغيف الفينو في الفترة دي الهدف الرئيسي إتاحة شراء الأمح من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية زي ما أعلى المعالي الوزير بسعر 8700 جنيه لكافة الصناعات الغذائية وكافة المصانع اللي بتشتغل في الحلويات والمخبوزات ومصانع المكارونة المستوى التاني من منظومة وزارة التموين أننا أتحت لمصانع المكارونة اللي بتشتغل في منظومة التموين وبتورد لنا المكارونة على المنظومة نأتاخد الديئ بسعر 10.000 جنيه المستوى التالت وهو أهم مستوى في منظومة العيش السياحي أو الفينو أن أتحت لمخابز السياحية المرخصة والمخابز الأفرنجية من خلال التقدم بطلب لمدارية التموين أنها تحصل على الدقيق استخراج 72 دقيق ده الفاخر بسعر 10.000 جنيه للطن الواحد وصل سعر طن الدقيق في الأسواق لـ 17.000 جنيه إلا أن الدولة توفره للتجار وأصحاب المخابز بسعر أقل بكثير وبكميات كبيرة حسب الطلب مما يساعد على محاربة جشع التجار وتوفير رغيف الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة الناس بتعامل معنا عادي عند الوقت الأول كانت الناس بتعامل معنا بالعز صغير وكلام كثير من الناس لكن دلوقت الحمد لله يعني العشوة بفرنا استلمنا من نظرة التوامين دقيقة رخيص وعرفنا نطلع الرغف اللي عايزين طبعا دلوقتي غير مبارح وغير أول مبارح طبعا كده وزنه مع معقول يعني بتعامل بارح بسعر النهاردة يعني بتعامل بارح اللي هو وزنه أقل من كده كان باتنين جنيه لوقت بيجنيه حلو كويس بعين عايش أبيض وحلو جميل وزا الفل حملة تستمر لمدة شهر مع بداية موسم الدراسة والذي يتزايد فيه الطلب على الخبز السياحي والفينو بالإضافة لتوقيع غرامات على المخالفين للأوزان وأسعار الرغيف تصل لعشرة آلاف جنيه للمخالفة الواحدة كريم بيبرس التلفزيون المصري وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 710 مليارات و813 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10.273 نقطة كما قوهز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 75 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2.223 نقطة صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 84 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3.180 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و63 قرشا للشراء و19 جنيه و70 قرشا للباية بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و23 قرشا للشراء و19 جنيه و32 قرشا للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و10 تقروشا للشراء و22 جنيه و20 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع بالنسبة لسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع في أسواق المعادن أن في سر ترجعت أسعار الذهب العالمي لتصل إلى 1650 دولار للأقية محليا أن أسجل عيارة 18 نحو 950 جنيه أما بالنسبة لعيارة 21 وصل سعره إلى 1110 جنيهات وهو الأكثر مبيعا أما عن سعر عيارة 24 وصل سعره إلى 1270 جنيه بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8810 جنيهات وصل الجنيه الإسترليني ارتفاعاته خلال التعملات رغم أعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس وتصريح لمسؤول بلجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا التكيف مع السياسات المالية الجديدة هذا وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 53 من 100% إلى دولار و 12 سنت كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 18 من 100% إلى يورو و 5 سنتات مجادينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية